السلام عليكم كديرين كل شي بخير اليوم إن شاء الله مع فيديو جديد في القناة نتمنى إن شاء الله إعجاب ديالكم وخصوصا على هذا الطرطة اللي جعلها الطلب كثير ونضعها في المواقع التواصل الاجتماعي جعلها طلب كثيرا على الوصفة وقروض باش نديرها لكم هنا في فيديو باش كون شي يستفد مرحبا بكم هذه أناية صيبتها كوموند الواحد السيدة نتمنى إن شاء الله إعجاب ديالكم تشيز كيك بالحامض وواحد الملوين طبيعي ما غاديش يخطر لكم على البال مفرجة ممتعة أنا غادي نحتاجوا بيسكوي ماريا أنا كان أخضون الأسواق تجاري الكوبرى هو زوين بزاف ممكن تستعملوا أي بيسكوي كيعجبكم ولكن هذا يعطي واحد المرضاق اللي هو زوين بزاف غادي إما غادي تطحنوه في مولي ناكس ولا تهرسو بعمود المهلاز ولا بأي حاجة بغيتو كيلي كيبغي يجي مهرمش كيلي تيبغي يجي ملكوك يعني كل واحد ذاك شي اللي يبغى سوف نفرسطوها بزين شوية بيديه و سوف نضيفه في تطحن لكي يجيني ذاك الشي الأمر بسيط جدا انتوما كيف ما كايبه لكم مشي كي يتطحن بزاف سوف نخليه شي شوية مهرمش وهنايا سوف نخلطوه مع ميات كرام ديال الزبدة ما يعادي الخمسة ديالماعات كبار انا بالنسبة لي كنستعمل الزبدة رومية مزيانة يعني اللي بغى يستعمل الزبدة العادية مارغارين ممكن هنا اخدت واحد السخك اللي يجيني انا في القياس اللي بغيت سوف نزيد في البيسكويت بشوية بشوية يعني القدر اللي بغيتو ممكن تكمله 150 قرام ممكن لا تكمله على حسب تلك شي اللي بغيتو و ضرورة من هذا المرحلة نشدو كاس ومدود انتبتوها مزيين 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 من بعد غادي نخشيها في الفريقو انخلاج جميل سوف نحتاج ثلاثة ديال البيضات مائتين سنتيلي تختار الكليب كاس ديال ساني دا صغير جوج ديال معالق ديال دقيق جوج ديال معالق ديال ميزينة قشور ديال الحامض مضعني على حسب المقدار اللي بغيتو و مائتين سنتيلي تختار الكريم فرش و جبلي او نص ما يعديل مائتين وخمسين غرام ديال جبلي ممكن استعملوا مسكالفون اللي بغيتو و غادي نديرو هاد الاطباط ديال يوزو هيا لتاعت الحامض اختياري اعنا ينسس ما ادكرت لكم واحد نسكا ستاع عاصر ديال الحامض ما مزيد فيه لما لوالو غادي نبدو بسم الله غادي نديرو البيض هو اللي ولي التضرب ضروري يم هاد المرحلة غادي نزيلو ساني دا غادي نزيلو غادي نزيلو غادي نزيلو غادي نشي بقاها ككسفة فهذا المرحلة غادي نزيلو جميع المكونات الحليب الجبان العصر الحمض الدقيق الماء كل شيء سوف نزيده فضل المحلة من يطلب لنا البيض كيف ما كيبه لكم صدقوني هاته تشيز كاي يجي غزال بززف ما تخيلوش المادق اللي كيجي به من الاحسان الجبيع والله العظيم وبخصوص اللي عزيز عليه ذاك الحمض يكون يعني مجهد راه هذا غادي عجبو بزاف امتمنى ان شاء الله هنا الاعجاب ديالكم وتجربوه بات الطريقة مني كنخلطو جميع المكونات كتبقى اخر محلة تقليل المثال اللي هي الكريم كنت نزيدوها في الاخر وطروري خصوصة تكون باردنا مزيان وديك الساعة غادي نجهدو عليها تضرب لنا مزيان وترجع الاله وما يبقاش عندنا هاته شي سائل غادي ولي شوية قاسح ما شي سائل بزاف من بعد ما وجدنا الكريم والبيسكويت غادي يكون برد مزيان ضروري يخسو يكون مجمد غادي نشدو و غادي نديرو داك السرق الفوق واحد الكارت كويس و واحد بابي كويسة باش ندخلوه الفرن و ما يتحقش لنا داك السرق اللي يديرين حنا يعمل تحت غادي نزيد عليه غادي نزيد عليه الآباء اللي يصيبنا و غادي ندخلوه الحرارة متوسطة من الفق و من التحت على همه و ما طيب غادي نزيدو الطبقة الثالثة غادي نستعملو فيها كاس كبير ديال الماء ما يعادل 200 سنتليتر ديال الماء كاس اللاروب ديال السكر كاس متوسط ديال الحامض قشور ديال الحامض على حسب دكشي اللي بغينا ورقة واحدة ديال الجيلاتين جوج ديال الفاني و المكوين العجيب الغريب اللي ما غاديش يطحي لكم على بلكم اللي هو الخرقوم باش حنايا نستعملو مثلا ايش حاجة ما صحياش ديال الملوين طرح اعافلو ما صحياش غادي نستعملو في بلاستهم الخرقوم كيعطي نفس 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 الدور تقيقوني ما كيشي شلال مادا قدير الخرقوم لتحاجة بلاكس كيعطيلون اللي هو زوين بزاف جربوه و رضو علي الخبار بالنسبة للقشور ديال الحامض انا استعملت معلقة ونصح حيث كي تعجبني الحموضة تكون يعني بزيانة كيف ما كيباليكم هناك نزيل الخرقوم بشوية شوية تقريبا شي معلقة صغيرة ديال الخرقوم نستعملو هاتشي اللي صحي وموجود عنا في الدار ما نكلفوش على راسنا بزاف وجوش ديال الفانيات كاوما كتاوما تعطوما دقراء بزاف هاتشي كله هوا غادي الميلونجي فواحد الكاسورونا كل شي المكونات كاملين وغادي نضيفو فوق البورطة فوق عفيا المتوسطة بحالي بنصايبو اون كريم باتيسيار غادي مقاوكا ننخلطو مزيان فوق البورطة مع التحريك المستمر حتى الخليط يبدأ تيتقال وديك ساعة غادي نطفو عليه كيفما كيباليكم تشيز كيك ساهل وبسط بزاف 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 صدقوني المبتادئات راه قنبو له هاتي ليهم راه فغيمو راه سهل 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 تيقوني وبما ضاق لي مميز بحال ديال الزنقاء مني كنخرجو تشيز كيك ملفظان وكتي قوتت تكون الطبقات الثالثة واجدة كنشدو الجيلاتين كنكونوا مفزقينو كنزيدوه ديما الجيلاتين مخصوش يكون فوق العفيا خسنا تنطفو العفيا هات نزيدوه ودائما مع التحريك المستمر تحريك 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 لاني يبقى لديك الفريتات دياله ويجيز الحلوى وهي الى بغنين نزيدو هذا الجيلاتين يعني باش نقول لكم لما عنده شهر الجيلاتين وما كيبغيش يأكله يستغنى عليه ويجيز معالق ديال الميزينة في بلس ما يجيز مع القاونس يجيز معالق ديال الميزينة ويجيز بنقت من الجيلاتين انا كدخلي لكم الخطيار فهمتو؟ مع التحريك المستمر وخصنا هاد الطبقة الثالثة ما تكونش سخونة بزاف نبغو نديروها على الطبقة الثانية نبقى وتنحركو فاحدة تدفم زيلا انتو ما شوف كيف فاشا توليك توليك اتقال نديك السعاء غادي ندير فوق تشيز كاك حيتي لك كان هو سخون بزاف ولكن خيم سخونة بزاف غادي تقبلين وغادي يولي المنظر ما مزوينش نديك سخونة بزافة من بعد ما اخليتها تجمدها كمبليت من ضروري من هاد المرحلة اخصتها تجمد هادك الساعة دا موليتها وحاولت نزوقها تزين بصير بزاف كيف ما تيبه لكم كيوي شوية العقيق شوية البسكوليدات في الطبقة التحتانية وصوص كرامل يعني تزيد بسيط بزاف بالنسبة المبتدئات غادي يعجبهم هاد هي لصفة ديومان نتمنى ان شاء الله تنال اعجاب ديالكم تبعوني في هادرس العام ان شاء الله غادي يكون ديما الجديد 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 نتمنى تكون لادل اعجاب ديالكم شكرا لكم بزاف شكرا على المتابعات ديالكم الى اللقاء الى فيديو قادم وما تنسوني يجمل لي لايك ولي كومنتق ديالكم بزوينين ومرحبا حتى بانتقادات ديالكم شكرا لكم بزاف وشكرا على المتابعات ديالكم الى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله